تعلن وزارة الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأنه ضمن خطة الوزارة لتخفيف الأزدحامات المرورية وضمان سيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة فأنه سيتم غلق بعض المسارات في تقاطع بوابة مدينة عيسى حسب التفاصيل التالية بهدف تحسين الطاقة الاستعابية لتقاطع بوابة مدينة عيسى ولتحسين سيابية الحركة المرورية بالمنطقة قامت الوزارة بإجراء دراسة مرورية على التقاطع وقد أوصت الدراسة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بتقليل مراحل الإشارة الضوئية من 6 مراحل إلى 3 مراحل عبر غلق بعض المسارات حيث سيتم غلق مسار الانعطاف لحركة المرور القادمة من شارع بغداد باتجاه شارع الشيخ سلمان وإضافة إلى شارع الاستقلال كما سيتم غلق مسار الانعطاف لحركة المرور القادمة من طريق 1A29 باتجاه شارع الشيخ سلمان علما بأن الوزارة قامت بتوفير منافذ بديلة حيث بإمكان حركة المرور القادمة من شارع بغداد التوجه إلى الدوار والقيام بالدواران العكسي إضافة إلى التوجه إلى المنفذ الذي تم مؤخرا إنشاءه بالقرب من هورة عالي وبإمكان حركة المرور القادمة من طريق 1A29 القيام بالدواران العكسي عند الدوار الذي يلي بوابة مدينة عيسى للاتجاه إلى المنامة الجدير بالذكر أن هذه التحسينات ستساهم في زيارة الطاقة الاستيعابية للتقاطع من 36 ألف مركبة إلى 43 ألف مركبة أي بزيادة قدرها 20% وتأتي هذه التحسينات كمرحلة أولى لزيارة الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى أن يتم تطوير التقاطع بصورة كاملة ترجمة نانسي قنقر